مسيرة شهر أي أن الله تعالى يقذف الرعب في قلوب أعدائه ولازالت المسافة الفاصلة بين جيشه وجيش الكفار مسيرة شهر وهذا أعطاه الله لنبينا في الحروب هذا من الكوثر الذي أعطاه الله لنبي أي الأكثر أكثر ما أعطي النبي أو أي نبي في الحروب أعطي لرسول الله فنصفر بالرعب مسيرة شهر ثم وبعد ذلك في مجال العبادة وجعلت لي الأرض زيد مسجداً وطهوراً فأيما مرئ من أمتي أدركته الصلاة زيد فليصلي ما معنى مسجداً وطهوراً ما معنى جعلتي ولأمتي الأرض مسجداً وطهوراً ما معنى مسجداً المكان الذي تسجد فيه وطهوراً تتيمم يعني بالطراب تتيمم ترفع الحدثين الأكبر وصغر وعلى الطراب تصلي أنت لا تحتاج إلى أي شيء ثم ثالثاً زيد وحلت لي الغنائم ولم تحل لنبيي من قبل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول الآية هذا الغنائم هذه نخللها حتى التالي إن شاء الله تعالى اللي بيت تكلم عليها في الكوثر نديروا الخمسة ردوها الرابعة وكان كل نبي يبعث لي زيد قومه خاصة وبعثته للناس عامة هذه خاصة برسول الله أمشون شاء الله لهذا النوع تعالى الكوثر هذه الخمسة التي أردت فقط أن أشير إليها لأن المقام هو مقام لمعات ولا يتسع لطول مقام وأوتيت الشفاعة الله العظمة التي لم يؤتها أحد من الأنبياء من قبله وأنتم لو لاحظتم أن الشفاعة أعطيت للنبيين كلهم لكن ما هي هذه الشفاعة التي خص الله بها النبي ولم يعطيها لأحد من أخلائه الأنبياء ما هي هذه الشفاعة وردت الكثير من الأحاديث تشير إلى ذلك أقلها الحديث الذي يشير إلى أن المؤمن إذا سمع المؤذن يؤذن فعليه أن يردد نفس ما يقول المؤذن فإذا انتهى من الآذن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده وكان عليه الصلاة والسلام إن هناك في الجنة أو يوم القيامة درجة لا تنبغي إلا لأحد من خلقه وأرجو أن أكون أنا هو فقال فمن سمع المؤذن وقال كما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة فإن الوسيلة فإن الوسيلة هاته درجة لا تنبغي إلا لأحد من عبد الله وأرجو أن أكون أنا فمن فعل ذلك وجبت له شفاعة يوم القيامة أنشو إن شاء الله نشوفوا هذا الكوثر إن شاء الله تعالى في دقيقة بإذن الله لأن هذه أحب إن شاء الله تعالى أن يقف عليها الناس لكي يعرفوا قدر نبينا فمن لم يعرف قدر نبينا من هذه الأمة ومن غير هذه الأمم فليقرأ هذا الحديث روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الناس حينما يحشرون يوم القيامة يحشرون زيد يحشرون حفاتا عراتا غرلا غرلا أي غير مختونين غرلا وفي حديث زيد بهمة ما معنى بهمة أي أنهم زيد لم يصطحبوا معهم أي شيء في صعيد واحد فتدنو الشمس من رقاب العباد تدنو قدر ميل حتى قال الراوي ميل لا أدري إن كان يقصد بالميل هي المسافة أو الميل هو تلك المسافة التي تبقى بين المرود الذي يدخل في المكحة لا يعني تخيل لي يعني قريبة جدا قريبة جدا لا أدري إن كان يقصد بالميل هو المسافة أو ذلك الذي اعتادت النساء أن تتزير به من الكحل وذلك الأثمد هذا الأثمد هو الذي يدخل في الأخير فيغرق الناس في عرقهم كل على حسب جرمه فمنهم سمعوا فمنهم من يأخذ العرق إلى إلى نا كعبيه ومنهم من يأخذ العرق إلى ركبتيه ومنهم من يأخذ العرق إلى وسطه ومنهم من يأخذ العرق إلى ترقوتيه ومنهم من يلجم في العرق إلجاما طبعا كين بعض الناس يحشرون فيه في ظل عرش الرحمن أي لا يصيبهم هذا الحزن ولا هذا الكدر ولا هذا العذاب يا الله فيقول حتى يقول الرجل منه اللهم أدركنا من هذا الموقف ولو إلى النار الله 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 أكبر اللهم أدركنا من هذا الموقف ولو إلى النار النار أهون علينا مما نحن فيه قال اسمع الوغش قال فتنتخب كل أمة وش حال كان من أمة نحشرين من القيامة سبعين أمة احنا وش حال احنا السبعين اي وش حال فتنا من أمة ساعة وستين أمة فتنتخب كل أمة مجموعة فيجتمعون في عرصات يوم القيامة على نقطة جد والعمل جد والعمل نقطة عوحي واسموية من من نستشفع به إلى ربنا لينزل نزولا يليق بجلاله ليحكم بيننا فينفذ هذا السوق ونرتاح مما نحن فيه من النس يفكر ويفكر واش يقوله بعضا بعضا لا نرى من هو أهل لها إلا آدم فقد خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وجعله في الأرض خليفة واستعمره فيها فيذهبون جميعا وكل آمالهم أن يحظوا إن شاء الله تعالى بقبول الطلب من ذريته إلى يوم القيامة يقول لنا يا آدم ما اسمها لها الحديد يا آدم يا أبونا ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما نحن فيه نريد منك وقد خلقك ربك بيده وأسجد لك الملائكة نلتمس منك أن تشفى علىنا إلى ربنا لينزل نزولا يليق بجليحكم بيننا فيتنفذ سوق الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعير اسمه أسمى يقول هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام لا حوله ولا قوة إلا بالله نسى خلقه الله بيده قال لا مشوفوا الله يخليكم هذا قد يتكرر دائم بالحديد إن ربكم غضب غضبا ما غضب قبله مثله قط ولن يغضب مثله بعد قط نفسي 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 نهاني الله عن الأكل من الشجرة واكلت اذهبوا إلى غيري الله 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 أنا لست أهلا لهذا المقام هذا حاجة أخرى اذهبوا إلى غيري يتشاورون فيقولون لا نرى أهلا لها إلا إبراهيم خليل الرحمن اصطفاه الله خليلا أو اللي عاود من قبله نوع فهو أبو الرسل وسماه الله عبدا شكورا فيرحلون تجاه نوع عليه السلام يقول ألا ترى ما نحن فيه يا نوع لقد استفاك الله وجعلك أول الرسل وسماك عبدا شكورا أنا تشفع لنا إلى ربنا لينزنا نزولا يليق بجلالي يحكم بيننا فيقول نفسي نفسي لقد غضب ربكم غضبا ما غضب مثله قبل قط ولن يغضب مثله بعد قط أنا دعوت على قومي بالغرق ويعتبر هذا هذا الدعاء هذا اللي جاء في القرآن ربي لا تذر على الأرض من الكافر دير فوقش دعا علي فوقش ما تدعا أحتقل له سيدة ربي سبحانه عز وجل زين وما آمن معه إلا قليل يعني قال له سيدة ربي لا تتعب نفسك صافي اركب في هذه السفينة أنت ومن آمن معك وأهلك وأهلك نفسي نفسي يذهبوا إلى غيري المهم يذهبون إلى إبراهيم ويذهبون إلى موسى ويذهبون إلى عيسى فيقول عيسى عيسى هو الوحيد الذي يقول أنا لست لها أهل ولكن لا يذكر لنفسه أبدا خطأ ارتكب فيقول اذهبوا إلى محمد فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشوفوا له المقام فيقولون له تخيل هذا النصارى وهالشي اللي كيكره سيدة ربي صلى الله عليه وسلم سيعترفون له يوم القيامة يذهبون جميعا من كل الأمم فيقولون له يا محمد ألا ترى ما نحن فيه ألا تشعلنا إلى ربك لينزل نزولا يليق بجل يحكم بيننا يقولهم أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها ولا يقولها إلا هو صلوا عليه قال لك فأخر ساجدا تحت العرش فيفتح الله علي من المحامد ما لم يفتح علي في الدنيا مثلها قط فأسجد واشفع قدر جمعة ما معنى جمعة أي أسبوع فيقول الله يا محمد ارفع رأسك اسمع اسمع واسأل تعطى واشفع تشفع اسأل تعطى لم يقل أبدا لأحد منه اسأل تعطى قال فأستحي أن أسأل العبادة اسأل تعطى فيقول عبادك وأن تعلم يريدون أن تحكم بينهم لينفذ سوق الآخرة هي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه من الكوثر هذه التي ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أنك رحت إن شاء الله تبارك وتعالى تتتبع إفضال محمد وأمته على الأمم والله لن تنتهي وتمنيت ديرنا وحد السيد البحث على قضية الكوثر أي ما فضلت به هذه الأمة على الأمم في العبادة رفع عنهم زيد الأغلال وإصرهم التي كانت عليهم قضية التوبة يتوب الله على الأمة ما لم تغر غير قضية العبادات طهارة الله سبحانه وتعالى يقبل أن تتطهر بالماء في حين أن الأمم يعني أن هذه الأمة فضلت على الأمة من الأخرى بخير كثير بل بأكثر الخير في كل خير إذن إنا أعطيناك الكوثر هذه الرسالة لمن هذا العطاء لمن هذه البشرة لمن لمن لرسوله ولي زيد من أمته لمن للدعاة من أمته أبينا صعب فصل لأن الخير هناك يخير للنبي ولأمته لكن الكوثر لمن للنبي وللدعاة من أمه ومن هم الدعاة من أمته الذين لهم هذا الحظ تسكنهما زيد الذين تعترضهم في سبيل الدعوة زيد زيد الأذى من قبل الأعداء الله 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 إنا أعطيناك الكوثر آخر كلمة في الكوثر لننتقل بعد ذلك إلى الآية الثانية إذن ماذا ترى من خاصية للكوثر أعطيناك الخصائص على الكوثر لأن ابن عباس حينما قيل لإن الكوثر إما النهر الذي أوتيه النبي في الجنة وقد تحدثنا عنه وإما حوض الكوثر في عرصات يوم القيامة التي يتوجه إليها المؤمنون يوم العطش الأكبر ليحظوا بشربة منه فلا يضمؤوا بعده أبدا قال لهم هذا واسمه هذا من الكوثر آه القول الفصل واسمه هو حينما تريد أن تطلق الكوثر وتعني به إن شاء الله اسمه علم اسمه علم على ماذا يطلق الكوثر إذا كان يتعلق باسم علم علم الحوث وعلى النهر وحينما نتحدث عن الكوثر في معرض ما أعطاه الله للأمة وللدعاة يوم القيامة فالكوثر في الجنة هو جزء من الكوثر كما قال ابن عباس أليس الكوثر يا ابن عباس هو الحوض والنهر في الجنة الذي أوتيه النبي كما في الحديث قال هو من الكوثر وإلا فإن الكوثر هو أشمل من ذلك بكثير إذ ما هي خصائص الكوثر إن شاء الله تبارك وتعالى بش إن شاء الله تبارك وتعالى تتناسق مع الآيات أولا أنه الخير الأكثر من كل من كل الخيرات الدنيا والآخر الخاصية الثانية التي لن نساها واسموها 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 الكوثر واسموها الخاصة الثانية تعالى كوثر زيده زيد إن شاء الله تعالى وهي أن هذا الخير الأكثر من كل خير زيد فهو في استمرار وازدياد مع ازدياد مع ازدياد واسموه الزمن مع مرور الزمن إذ قسم الله يزداد يزداد ولذلك قلب صلى الله عليه وسلم لا يدرى الخير في أمتي في أولها أم في آخرها لا يدرى ولذلك أمة رسول الله لن تضيع بين ثلاث أئمة الإمام الأول هو رسول الله والثاني المهدي والثالث عيسى فحينما تحدث النبي عن فئتين من أهل الجنة كلهم ذكر فئتين وحده معاه تابعين وحده مع عيسى قال أولئك الذين يفتحون بلاد السند قتيب بن مسلم الباهلي كلهم في الجنة قالوا الأخرى أصحاب عيسى من أمة شو أنت فخير هذه الأمة ازداد يزداد دائما معنى الكوثر هو الخير الأكثر من كل خير وأنه يزداد فلا ينقطع لأن العكس هو الأبطرس كما سنرى الأبطر هو يبدأ فيه زيد ولا يتم كما سنرى باش يكون إن شاء الله مقابلة بين الكوثر الذي يجري ومع مرير الزمن يزداد جريانه ويزداد خيره فالأمة تبشر في هذه الآية أن الإسلام باق وسيزداد وسيكون الكوثر والفتح الأخير حينما يفتح بيت المقدس هو فتح عالمي يدخل الإسلام إلى كل العرض إذن هذه بشرة فهو خير مستمر فلا مجال لليأس ولا مجال أبدا أن تيأس الأمة وهي ترى تخريج الله للأمة من جديد حينما غفلت عن الله فكل الذي يحدث لها هو فقط لتخريجها من جديد وللتمييز بين فئتين فئة مؤمنة تنحاز إلى الحق لا يضرها من خذ لها ولا من خالفها وفئة تنافق وتنحاز إلى أعداء الله التي تنحاز إلى أعداء الله هي الأبثر هي الفئة الأبثر ترى الخير وتظن أنها ستتمكن ولكن سيبدأون ويدخلون إلى أرض المسلمين لكن الله يبطرهم ويقضي عليه والمنحاز إلى الأمة دائما يشمله الخير الأكثر المستمر دائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذن شتولوا المسألة الصفة الثانية واسموها استمرار الخير وزيادته آه نمشون للامعات للآية الثانية إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْفَرْ فَا نَبْدِيهُ فَا إِذَنْ كَيْنْ فَا وَكَيْنْصَلِّي وَكَيْنْ لِي وَكَيْنْرَبْ وَكَيْنْ كَيْنْ كَيْنْكَفْ وَكَيْنْ لَكَيْنْهَرْ وَكَيْنْ مَحَرْ أن يأتي عقب الحدث الأول الحدث الأول واسمه هو خبر وبشارة هذا الجملة كاسمه جملة خبرية لأنه دخلنا الجملة واسمه هي إنشائية فصلي إذا انتقلنا هذا من الإعجاز من الإعجاز البلاني وقد ذكرت لكم في الحصة الأولى كيف أن صورة صورة وحدة فيها ثلاثانة الآيات هي أقل الصور وكل آية فيها عشرة ديال الحروف من التقلع المتكررات الأولى فيها عشرة والثانية عشرة والثلاثة عشرة كيف جمع الله فيها بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية وجمع فيها بين الإسمية والفعلية وجمع فيها بين كل الضمائر المنفصلة والمتصلة كل اللغة العربية ونحوها مجموع في هذه الصورة الإعجاز لأن الله حينما تحدى العرب وهم فطا حيلة البيان في أن يأتوا بصورة مثله أي في أقل صورة اللي هي صورة الكوثر الآن الفا نوقفع الفا ما معنى الفا حينما يجي هاش ما قلستدر بي أنا عطيناك الكوثر وصلي نكون قلستدر بي وصلي ما معنى وصلي وو العطف ما معنى وو العطف وصلي واسموها وصلي هذا واسموها هذه الجملة مفصولة على الجملة الأولى من تقول له واسموها هذه مفصولة أما فهوزموية متصلا يعني وأنت تلاحظ انهمار النعم عليك وتتلقى في الدعوة من يسيء إليك فأي لا ينبغي عن تصرف شيئا من الوقت للنظر إلى هؤلاء المجرمين فنعم الله التي تنزل عليك تترى كفيلة عن تنسيك كلما تعترض أيها الداعية إلى الله في طريق الدعوة لماذا تلتفت إلى هؤلاء الصغار ألا تراني عمل الله قد أغرقتك من أخبص قدمك إلى رأسك والخيرات تجداد فكيف تنظر إلى هؤلاء ما أصغرهم وما أقهرهم وما أحقرهم شتان بين الثرى والثورية ومتى كان النبح الكلاب يضر السحاب فا ما الوقت ديرك ما تضيعوش سمعتها الشباب عندكم فرصة وحدة تعيشها أيها الشباب المتدين الطاهر الطيب المبارك الذي اصطفاكم الله تعالى لحمل رسالة الإسلام لا تحقروا أنفسكم ولا تلتفتوا إلى هؤلاء المرجفين لا تلتفتوا إلى المرجفين بضاعتهم وسلعتهم كلام لن يضروكم إلا أذع كما قال سيدة البعال في ألمنصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها إلا ما يصيبها من لأواء ما معنى لأواء؟ ما يصيبها مما يعترض الدعاة وهذه سنة الله في خلقه من أذى؟ أذى نفسي بالكلام تساحر تمجنون أذى بداني تسجن تذبح تقتل تحرك هذا هو الذي يصيبك أما الدعوة فلن يصيبها أي شيء فهي بعين الله والله يصطفي لها أحبابه وشرف لك وكرم لك وعزة لك أن تجد نفسك منخارطا في سلك الدعاة إلى الله تعالى هذا شرف لك واقسم بالله لو أنك سجدت على الجمر مذ خلقك الله حتى تقوم بين يديه ما أديت لله شكرك على نعمة أن جعلك في هذا الزمان في آخر الزمان تحافظ على مجالس الدعوة وتحمل هم الدعوة وتحمل هم الإسلام في زمن غربة الإسلام اعرث هذا فالنبي تحدث عن هذا الخير الكوفر حينما تحدث عن الناس تعتخر الزمان من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر خمسين شهيدا فقال الصحابة يتعجبون من هذا الكوفر الذي يغرق الله فيه الدعاة في آخر الزمان قال منا منهم خمسين شهيد أجر خمسين شهيد من الصحابة الذين جاهدوا من نعبي أم شهداؤهم قال بل منكم ولم يتركهم ينتظرون فأعطاهم السبب فقال لأنكم تجدون على الخير أعوانهم لا يجدون هم غرباء هم مضيق عليهم يمرون بالفطنة الضيق قبل الانفراج حلكة الليل شدتها تكون مباشرة قبل بزوغ الفجر فا فا أكل هذا الخير الذي ينهمر عليك ثم تلتفت علي لمجرد أن ناعقا ينعق فأنت يا عبد الله لو خرق لك حجب الغيب ورأيت بعض إفضال الله الذي يصبه على أحبابه الذين انتدبوا للدعوة إلى دينه فإنه لا يلتفت إلى هذا فصلي فا فا آه شتل المعنى دي الفا هنا ما معنى المعنى دي الفا أن يكون أن يكون زيد العمل المقابل للنعمة مرتبط باش مباشرة بالفا أي لا يترك لك الوقت لكي تلتفت عن واجبك بعد رؤيتك لنعام الله مش تشوف النعمة أنت عرب تقول مش الريح شوية عاد وندير ما كانش لوا فا يعني فليكن عملك تجاه نعم الله كما أن نعم الله تنزل تترى ولا تنقطع فعليك أنت أيضا أن تبادر مبادرة لكي تقابل النعم بما يحبه الله من المنعم عليه أن يؤديه تجاه النعمة للمنعم للمنعم فكيف تترك واجب الوقت اللي هنا واسمه تقابل النعمة بالشكر ثم تذهب بعد ذلك لكي تضيح هذا الوقت باش ترد على هذا اللي يقولك الأبطر كيف يشد كيف يشد كيف يشد كيف يشد كيف يشد هل يشد لذلك وهذا درس تربوي بالنسبة لمن لمن انتدب للدعوة إلى الله ينبغي أن لا يلتفت لا مثلي هذا لأن الملتفت إذا وصل زين يصل متأخرا وأغلب الملتفتين لا يصلون لأن الالتفات وراءهما بعده اسموه الحاجة لا تكون وراء من الالتفات لماذا الإنسان غير يلتافت ويتمشى إلا يلتافت ويتمشى خاطر يمكن يطح ولكن مور الالتفات واسمو يوقع أي وقوف وبعد الوقوف واسمو لا قبل مرد واسمو توطيل النظر لتفهم وبعد طول النظر واسمو يمكن تفكر ترد ولا رد يتمكن يرد عليك واسمو يوقع المناواءات والجداء واسمو يجب أنت من الذي فعلته إن شاء الله تعالى مهمتك نستاتك واذاك جات فا فصلي الصلاة الآن أولا هذه معادلة معادلة ما حال فيها من أنصر الأنصر الأول المعطي المنعم الثاني المنعم عليه ما هو المنعم عليه ما هو المنعم عليه المنعم عليه النعمة والرابع السبب النعمة هذه الصلاة هي الوجف خلينا بعدها نشوه هذه المعادلة تكونها بربعة المنعم شكل هو الله تعالى المنعم عليه شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فكيف يتعامل المنعم عليه زيد حينما يرى نعمة من المنعم كيف يتعامل المنعم عليه مع المنعم والنعم وسبب النعمة كيف يتعامل هذا المطلوب في الآية الثانية هذا هو المطلوب في الآية الثانية فالمنعم عليه رسول الله والداعية توجاه المنعم واسمه يدير مع المنعم لابد أن اسمه العبادة شكر لابد أن يشكر المنعم لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها فكيف بالله الذي أحسن زيد أحسن زيد الإحسان كله من ربكما يا موسى قال ربنا زيد الذي أعطى كل شيء خلقه ثم مال هذه ثلاثة عقلوا عليهم دي النعم كنت تكلموا عن النعمة عربية ذكره ثلاثة الذي أعطى كل شيء خلقه فهدى إذن كي الخلق هو الذي خلق ولم يشترك معه في نعمة الخلق أحد أيها زيد والثانية أعطى ما من أعطى النعم التي بها يستمر العطاء الرباني الذي بها تستمر حياتك المادية والثلاثة الهداية أي النعمة التي تعرف بها ربك وتعبده بها هذه ثلاثة واللي جمح مصدر بفصورة الإنسان فقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه هيا الخلق فجعلناه سميعا بصيرا هيا العطاء والثلاثة إنا هديناه ثلاثة هذو مذكورين في صورة الإنسان في صدر صورة الإنسان وذكرت حينما حاور فرعون موسى يسأله عن ربه قال له رب عطت لثة أسولح لا يعطيها إلا خالق الذي أعطى كل شيء هو أثبت أن الخلق كله له كل شيء وهذا الخلق كله إنما يستمر بعطاء الله سنن أجراه الله في البطون وفي أرحام النساء وأصلاب الرجال حتى تستمر حياتك في البطون ثم أجرى ترتيبات في الكون فلا تستمر حياتك إلا بهذه الإجراءات التي أجراها فقال تعالى في كتابه من صورتي معا ألم نجعل الأرض مهادة محدنا فيها السبول للعيش ثم الجبال أوتادة ثم خلقناكم أزواجة ثم جعلنا الليلة نباسة النوم سوباتة النهارة معاشة بنينا فوقكم سبعا شدادة جعلنا سراجا وحاجة أنزلنا من المعصرات ماء فجاجة لنخرج به حبا ونباتة وجناتنا الفافة كل هذا لك هذا لك هذا لك فلينظر الإنسان إلى طعامه طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا لذ شقا فأنبتنا في حبا ونباتا فأنبتنا في حبا ونباتا وجناتنا الفافة وجناتنا الفافة أنبتنا في حبا ونباتا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا زيت متاعا لكم ولعنعاما كل شيء لكم هذا شيء عبدي خلقت كل شيء لك وخلقتك لي فلا تشغل نفسك بما تكفلت به لك من رزق وعطاء فقد عطيتك مؤمن الله كفر ما يهمشي واشغل نفسك بما كلفتك به وهو عبادتك إياه هذا إذن فأنت الأول تعرف أن هذا العطاء من الله باش تشكره هذا الكوثر من يجا من الله من الله سبحانه عز وجل كدير تشكر سيد ربعلي كدير تشكر عيسى بثلاثة أصوال الحاجة اللي ولاوي مازال الصلاة مازال في العام ما قبل ما يمشيه للصلاة الصلاة هي غي ترجمة لشكر الله لا ولكن الصلاة ولا مش تسليت الصلاة تعني هذك هي الشكر تعرب الكوثر كما واحد جا صلاة حذي سدنا عمر جرك عتين دا السلام يا ربي عتيني الحرية العيد جمع قال له ويحك ويحك لقد أعظمت الخطبة وأسأت النقد انت خطبت على ربي الحرية والثامان واسمه هو أركعتين بهدلين أربعتين الحرية هذي ما تجيب لك شتاء ضربة ديالسة عمر على الراس جاب تكريدة ضربة على الراس ولذلك الإنسان إذا أرد يشكر الله عن النعمة واسمه شكر اللي والواسمه باش يكون شكور باش ما القلبة يا صاحبي كل شيء تزعم أنك تشكر به الله تعالى لا ينطلق من قلب عارف بحق النعمة عارف بحق النعمة فهو شكر شكلي ينمحي مع الزمان ويتحول إلى مراصيم وعادات لأنه منفصل عن جوهر الإنسان والشكر هو جوهر والجوهر دائما أصله معرفة والمعرفة تنبعث من من جوهر الإنسان من قلبه وما بكم من نعمة زين فمن الله لقد مر موسى يقول سيدربي موسى يا رب جعلتني رسوله وكلمتني تكليما وعطيتني الألواح وفضلتني على كثير من خلقك فكيف أشكرك؟ قال إن كنت توقن أن ذلك مني فقد شكرتني ياخين القلب إذا عارف هات الشي من عند ربي صاف راك شكرتني بلا ما تتهزز قاعد بقلبك بقلبك لأن لك أنا بالقلب ما كاش النفاق منيما يكوش بالقلب الناس تنافق ويقول السيد ويأتي هكذا وعرب يقول كل شيئ أنت عربي وكل شيئ يجي وعط السيدة كذا عدو الفلوس ويرغبوا فيما عنده من المال يحلوا الباب يقولوا سيدربي وكوانما وسيدربي وكوانما ما تدروا وشتريق وسيدربي وما تدخلوا من ما وسيدنتم وما تتحدثني وفي الثالي كيد قولوا يقول لك وحنا هنغير نتريه هكذا مطرب الحلوف وليمشي هكذا ولكن اللي يسلوك عنده القلب عامل ما يقولش هالشي يقولش جزاكم الله خيرا تشكره جزاكم الله خيرا على هذا العمل ونسأل الله عن تلقى به ربك يوم القيامة هذا يعيبك ما يعيبك لكن لا الإنسان لا القلب خاول فينسب له ما ليس له أهل هو غي سبب تلغي سبب إذن فالنعمة المنعم تشكره إن شاء الله بقلبك بمعرفتي النعمة أنها من الله والثانية واسمه أيا باللسان يقولك وأما بنعمة ربك فحدث قال رسول الله التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر ومن لم يشكر على القليل لا يشكر على الكثير ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله حفظوها الحاديث راه منهاش حياة التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر زيد زيد ومن لم يشكر على القليل هذا المقدر لا يشكر على الكثير ومن لم يشكري الناس لا يشكري الله اذن باللسان والثالثة واسمه هي وقل اعملوا آل داود شكرا وقليلوا من عبادية الشكور اي ان النعمة تزيد كي اعطيك سيد ربي بالشكر هارك ارش باللي من الله وارك تقول الحمد لله يوها ايا عندك واسمو تدير بيها باش تكون شكور تخيل واحد السيد اعجبك وعطيط له احسن حاجة عندك عطيط له مثال سلهم احنا عدنا سلهم غالي اياك وقالك يرحم ما لديك والله يجزيك بي ورحم مرحت واحد ما تفكرنا لو كان ما انت اللي جبتنا هاد سلهم فالبرد غادي يموتوا بالبرد الله يجزيك بي خير مش ينصلي بيلي في جره كالبرد لا يرحم لك الوجهة زاك الله خير وهو عادي يشوفيك وانت يا فتعل البيديو انت على الصلح وارميض اتكون وشكرته بعد ان مدحته وقلت له كل هذا الكلام كان ما انت وجزك الله خير هو ما زال يشوف ومشي ترميته في البيديو شكرته او ما شكرته او ما شكرته اعطيتلي واحد صفاقل السيد رايزة عقالية يا ودي اشكر يا ودي احسبلي بالصحراء يدين السعوة بشرباء في البيديو انت يا عرفت النعمة من الله وكتقول الحمد والله ربي فضلني وجعلني من امة رسول الله وجعلني في سلك الدعوة يا واسم اخر اعمل بالدعوة ولا تتقعص فان تقعصت فانك عياذا بالله تصبح كل ما تزعمه هو من قبيل الدعوة التي تحتاج الى الدليل الملموس في الواقع جابه كني جابي اعمل بهذا الذي كرمك الله به الدعوة تحرك بالاسلام سلوكا دعوة كلاما افتح مثل هذه القاعات علموا الناس في حيائكم في بيوتكم ربي والجين الذي يحمل بعدكم امانة هذا الدين ايها الشباب ولا ستنقى كل هذا واسمه استهلاك في استهلاك اذا فالشكر على النعمة المنعم ان تعرف ان النعمة من الله عقلية الدعية ان هذا الذي انت فيه منين هو خيار الله لك والله لا يختار على اساس جوزافي يختار بعد ان اطلع على قلبك وكنت اهلا لذلك فاحمد الله ثم بعد ذلك اذا حمدت الله وعار جسمه انك تنخرط ان شاء الله تبارك وتعالى في تفعيل هذه النعمة وصرفها في مرضات المنعم سبحانه فانك لو لم تصرفها في مرضات المنعم كنت فقط تدعي وتزعم ذلك وتريد ان تحظى بشرف لست انت من اهله انه شرف تدعيه فقط لو لم تعمل بالاسلام وتدعو اليه ما كنت منخرطا في سلكي من غمرهم الله بالكوثر اما النعمة النعمة كيف يجيل اليسال مع النعمة هو هذا الذي تحدثت عنه في الثالثة النواس المديرة يستطمرها في مرضات المنعم شوفوا الله يرحمك والوالدي يانا عندي سيارة عزيزة عليا وعطيتها لك انت يا امانة وقلت كل الله يخليك هذا الامانة ارى عندك انا ارى عندك شريطة جديدة وانا من اكش باش تستعملها الله يخليك لكن استعملها فاش فاش تستعملها فاش فيما يحبه صاحبها وصاحبها واسمه هو متدين انا من هنا نكسب الخبر بصلي السيارة الامنة اللي عطيت لك مشيت اديت بها واحد اللي مرأة تولد في الليل اه جزاك الله وخير السيارة ديالي واسمه ارفت بها واحد اديتوا الاسطبيطار جزاك الله وخير اديت بها واحد شي ناس كانوا من قاطعين على احبابهم اديتوا ملكي ولي ما عندهمش اللي يديت باش شوفوا لقاء جزاك الله وخير ادأ الفرح انا اقول يا ربي يا ربي هذيك السيارة هيا عندك هيقبضها انا مهني انا انا انت مش شغل البيسكلي هذا المثال بين الناس فالله حينما ينعم عليك بالنعمة فان المنعم يحب ان يرى اثرها عليك وعلى من حولك ايجابا فنعم الله بها يعرف المنعم زيد وبها تعرف الناس بالمنعم كيف ان تستعملها فيما يرضي المنعم فلا ينبغي وانت مطلوب منك شكر الله على النعمة ان تستعملها فيما يسخط صاحبها ومعطيها لا يمكن لا يمكن اه فصل الناس يدرب بكل شيء هالشي اه فصل الناس يدرب بك فنشكر الله على نعمة الكوثر جاب الناس وش حال من حاجة قال صلي زيد وانحر صلي وانحر اه لا حول ولا قوة الا بالله الصلاة زيد زيد الصلاة اسمه هي زيد هي التي تنتظم علاقتك مع ربك والنحر والنحر ان شئ اس قول زيد ايوه هو جا هو اثر صلتك بالله زيد فيه 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 دنيا الناس اسمع اخو يا اسمع شون الشكر كده يا ري فيه ما ينظم علاقتك العمودية وعلاقتك الافقية فالشكر هنا زاوية عندها تسعين ها 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 وبيديت بهذه بديت صلي بينك وبين ربي وليكن للصلاة الحقيقية اثر ويرى اثره لان صلتك بالله لا يمكن ان تعطي الدليل على حقيقتها وصدقيتها الا اذا كان لها اثرها زيد في علاقتك مع مخلوقات الله لكي تحبب الصلاة الى الناس وتحبب الدعوة الى الناس حساب لك الدعاة الله غادي شح غير الصلاة غير قيام الله ويعزن رسول الله اذا ان شاء الله تبارك وتعالى سنتعرض المرة القادمة ما معنى صلي المعنيان معا هذا ونتحدث عن الصلاوات المعلومات المشار اليها ثم لماذا النحر بعد الصلاة ولماذا النحر وليس الذبح الله لا اله الا الله محمد الرسول مر الوقت سريعا فنسأل الله تعالى اذا كان قد قضى ان يمد لنا في العمر ان لا يتم هذا العمر حتى ننتهي من كتاب الله